السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عامليني يارب تكونوا بخير ان شاء الله هنحاول نحل مع بعض الquestions اللي موجودة في quest number 4 ونبدأ بأول حاجة the equation of the tangent line of the graph when x equal to e squared اول حاجة انت بفوض عارف ان انت لازم لما تجيب او عايز تبني the equation لازم يبقى عندك حاجتين the slope رقم واحد the intersection board فاول حاجة احنا محتاجين نجيب the slope واحنا عارفين ان the slope اصلا هو عبارة عن the first derivative تقول ليه تمام وكلنا عارفين ان انا عشان نقدر اجيب the dy dx اللي هي هتequals معايا the derivative بتاع lin x اللي هي عبارة عن one over the x بعد كده حضراتكم عارفين ان انا هعود تعويض مباشر فبالتالي dy over dx اللي هتشيل the x وحط كميتها فتبقى one over the e square بمنتهى البساطة تقول ليه تمام حلو بس المشكلة ان عند حضرتك النقطة الاولى اللي هي عبارة عن the e square بس احنا ما عندناش y يعني احنا عندنا the x بس ما عندناش the y هتقول ليه طب هتجيب the y ازاي كل اللي على حضرتك انك هتقول the y equal lin وما كان the x هتحط e square وكلنا عارفين ان the e هتبقى هنا وبالتالي هتبقى عبارة عن the y اللي هت equal زماعية to lin the e طبعا the lin بي cancel e يبقى y هت equal زماعية to يبقى النقطة هي عبارة عن e square و2 تقول ليه تمام بعد كده حضرتك هتعود تعويض مباشر وخلاص تعتبر ايه تعتبر خلاص انتهت لان احنا عارفين y minus y 1 اللي هت equal زماعية m اللي هو slope في x minus x 1 تقول ليه تمام فهتبقى عبارة عن y minus طبعا احنا مطلعين y 2 فهتبقى y minus 2 اللي هت equal زماعية m اللي هو عبارة عن 1 over e square مضروف في x minus x 1 اللي هو عبارة عن e square تمام حلو جدا فهتبقى y minus 2 بعد كده هنبدأ نوضع 1 over e square هتبقى x over e square minus طبعا e square هتروح مع e square اللي هتبقى 1 بعد كده هوادي negative 2 on the other side يبقى y هت equal معي x over e square طبعا negative 1 plus 2 اللي هتبقى عبارة عن positive 1 اللي هو الاختيار الأول هجيب يعني هجيب زي ما اتفقنا مع بعض فطبعا ده هيبقى plus طبعا y احنا عارفين الderivative بتاعها عبارة عن dy dx plus طبعا ده عبارة عن x مضروبة في y فالقانون بتاعي بيقول الفونكشن الأولى في الderivative بتاع الفونكشن التانية plus الفونكشن التانية في الderivative بتاع الفونكشن الأولى يعني الأولى هسيبها زي ما هي اللي هي تبقى عبارة عن x في الderivative بتاع التانية اللي هي تبقى dy dx plus التانية اللي هي عبارة عن y في الderivative الأولى اللي هي عبارة عن 1 كل ده هي equal زمعية a equal زمعية 0 هنودي ال1 وال y الناحية التانية فهتبقى باختصار اللي هي dy over dx plus x dy dx اللي هي تقوز معي negative 1 negative y بعد كده اخد dy dx عمل مشترك او common هيتفضل 1 plus x اللي هي تقوز negative 1 negative y بعد كده dy dx يا شباب هتقوز negative 1 negative y over 1 plus x لان انا بقسم الترفين على 1 plus x عشان اقدر عمل isolation dy dx لوحدها بعد كده بعود تعويض مباشر فهتبقى dy dx over dx اللي هي equal معي negative 1 y طبعا negative 1 over 1 plus 1 اللي هي تبقى negative 2 over 2 اللي هي تطلع معي في الاخر negative a negative 1 بمنتهى البساطة يبقى كده احنا قدرنا احلها وموضوع سهل وبسيط ومفيش فيه ادنى مشكلة خالص هنا بيقولي ان حضرتك عايز تجيب باللوبيتال حضرتك عارف ان هي بتقولي ان انا هجيب ال بتاع denominator و بتاع denominator هيفضل زي ما هو فهيبقى e power x خلاص احنا عارفينه في بتاع denominator اللي هو يبقى عبار عن 1000 لان انا بدرب 500 في 2 و منس 1 في x بعد مباشر فهتبقى e power positive infinity على 1000 في positive infinity اللي هتبقى positive infinity يعني في الاخر هتكون positive a positive infinity خلينا نروح للبعد